طبعاً بالاستنطاقات اللي صارت نشوف يبدو أن القضية هذه شائكة ومعقدة جداً ويبدو بالأساس أنها فاجأت بعض الجهات السياسية ومنها حركة النازلة تحديداً يعني إعادة طرحة بهذا الشكل يبدو أنه فاجأ العديد مما دعاء مواقع قريبة من الحركة ومن مشتقاتها أنهم يروجوا إلى أنها يمكن أن تكون هي قضية حرية رأي وتعبير وقضية علام وثم أنه يحط في الواجهة أعلاميين بالأساس يعني الاستمالة الرأي العام والحديث على أنه عمل صحفي وهناك حرية العمل الصحفي قاعدة تضرب هذا نعرفه أنه السلوك الأساسي عند حركة النهضة عندما تتفاجأ وفي أشياء تمسها في الصميم تقول يتحاول تعمل تحويل وجهة الموضوع مثلاً أنه يتحول إيقاف أمني لأنه لمجرد علاقة نزاع شخصي مع الوزير في حين أنه نعرفه أنه المسألة تمس أمنيين وأنه قائمة الأمنيين مش زيد تتوسع حسب ما نعلم حول الموضوع ومش قائمة الأمنيين برك قائمة المتورطين مش زيد تتسع وإيقافات تجيب إيقافات بالتأكيد لكن حسب رؤية يقوم بها الأمن بشكل أنا أعتقد أنه جيد وأنه الأيامات القادمة مرشحة أنه تكشف العديد نعرف أنه حتى الناس المدرجة في حالة التفتيش هي قريب تصل تفوت 7 أو 8 أو حتى فشكول يتكلم على 12 أما أنه فيها جنسيات مختلفة مورطة فهذا ورد لأنه الجهات المعلومة للجميع أنه تتحرك في إطارها أنه هذا في إطار ممكن أجهزة أجنبية أجهزة مخابرات أجنبية أو في إطار حركة الأخوان الدولية لأنه لازم نفهم أنه هذا الجهاز هو كان أساسي للترويج ولتشويه المنافسين ولتسهيل عمل السياسي لحركة النهضة الأخوانية وغيرها وبالتالي أحنا أولا فرحنين أنه الأمن قام بالدورة بتاعه الأساسي من أجل كشف أشياء وأعتقد أنه وأعتقد أنه ما زال الأمن يخفي في جرابه الكثير نستناول أيامات القادمة حتى تكشفنا المزيد ثانيا أنه في جزء خرجت من البحث البداية إلى التحقيق الفعلي القضائي نستناول ما سيكشف عنه السير العادي للقضاء حتى نفهم خطورة هذه المثلة نعتقد أنه قضية خطيرة جدا وليس قضية سهلة وقضية هذه ستقض بضاجع حركة النهضة مثل الجهاز السري ما تعتبر الجزء من الجزء بالتأكيد نفهم خطورة ما أقدمت عليه النهضة وغير النهضة من اختراقات للدولة عندما كنا نتكلم على أنه هذا لا يؤمن بالدولة المدنية وهو سيسعى بكل الطرق رغم أنه يتحكم في هذه الدولة سيسعى بكل الطرق إلى وضع أصص الدولة متاعه لما عندها حتى علاقة بالدولة المدنية نحن نعرف أنه هذا الشيء جاي ونعرفه أنه كان هذا هو المخطط الأساسي متاع حركات الإسلام السياسية عموما وحركات الإخوات أينما كانوا وأينما وجدوا هذا هو المخطط متاعهم لأنه يعتبروا أن الدول المدنية هذه والمجتمع المجتمعات المدنية هي بمثابة ديار حرب يعني كل شيء مباح فيها وبالتالي حتى وإنت رأى لكم أنهم ماسكين الدولة فهم في الواقع يخربوا هذه الأصوص الأصوص التي تم بني عليها هذه الدولة وبسيسعوا بكل الطرق إلى تركيز دولتهم الدينية أو المتسطرة بس بدين تحديدا وللإشارة فإنه رأى قضية أمس